تحية خالصة الاستجابة للقناة لكم كما تعرفوا المادة الجوج من الحقوق العينية 30.09 واحد القانون اللي كان تشرع صادقه عدي في 2011 أخطر قانون اللي ما كان يفتشي دولة يعني هذا القانون هو اللي يعطي الصلاحية لشي واحد لا صور عليك الملكية ديالك وداز عليها 4 سنين ما بقاش عندك الحق قادة يعني مشات لك الملكية ديالك هذا خلق واحد نضنا وناضلنا وتصلت الجزيرة والعربية وجات الرسالة الملكية وعلقيت الرسالة الملكية نحن كنا عارفوا بأن ناضلنا ضد ما فيها العقار وعلقيت الرسالة الملكية جمعات لجنة تكون لجنة للدراسة وخذوا إجراءات هذا المادة الجوج للبرلمان والدارة وهذا المادة الجوج كتطل ما بغوش يلغيوها ما تلغاتش خذوا واحد اللي جينا نحن على هذا المادة الجوج في البرلمان المغربي واحد اللي جينا للدراسة منذ نحن تبعنا هذا الموضوع قرروا بش يديروا التعوين صندوق دير التعوين نحن آه شخصي عارضناه لأنه لا يعقل أنك تعود على واحد القانون لصالح العصابة والحمد لله وزارة المالية رفضات اليوم وزارة المالية ويحسب لها أنها رفضات بش تحطط الصندوق لأنه من بنيش كيفاش أنه واحد يسرق بقانون ديرو البرلمان ويضيع مول الأرض خص الشعب واللي عود هذا البرلمان يخلي عباد الله تشفر والشعب يعود واش من حماية فين أي النجاعة للقوانين غير هذه القانية هذه فاد رب دارة نافعة فاد كورونا رأي مغاربة خصو ميفيقو بأن القوانين الليدة من القوانين ريض مرات وحتى السلطة القضائية نددت شخص رئيس دياله حول مادة جوش ترونتويتو ورجال حقوق وضد الدستور مقتدية الدستور ديال خمسة الفصل خمسة وثلاثين اللي كي نص على الحماية ديال الملكية ونحن في مملكة محمد السادس هذه عندها أبعاد أبعاد من فهماش لتدمير الوطن هذا هو التدمير واليوم الحاصيلة الحاصيلة المؤكدة أن مغاربة العالم مبقواش يتقف في المغاربة في العقار لكنوا كي يجيوا كي يستطمروا والعقار هو الساند ديال الاقتصاد ديال أي دولة فكيفاش أنك انتك تعمل قوانين ما كتحميش ولها ولي الحديثي بقية تحياتي اشتركوا في القناة